اشتركوا في القناة مئة بالمئة وهي أكلة تراثية يعني أكلة تراثية مش بس فرعونية كمان عندنا احنا في فلسطين انا صراحة يعني طول عمرنا انا بذكر سيتي كانت تعمل اجيب لمنخية الناشفة وتحطها مع مية ومع بصر مع توم وكانت تحط بندورة كويس وكانت تحط شوية ماجي قليل يعني بعض الاحيان او بعض الاحيان ما تحطش يعني هي بس منخية ناشفة وتوم وبندورة اعتقد كانت تحط عليها ولمون وكانت من أسكى الأكلات اللي كنا نكلها لما كانت تعملها ستي وطبعا هذه أكلة مفيدة جدا يا جماعة يعني صراحة اللي كانوا ماخدين الموضوع مصخرة لا هذه أكلة صحيحة وأكلة صحية وأكلة مقوية جدا لجهاز الملع والاملوخية مفيدة جدا بشكل عام ويتعتبر من النباتات الطبيعية والنباتات الطبية المقوية وكمان كتير منيح مش بس كمضاد للبكتيريا او الجراثيم ايضا مفيدة للناس اللي عندهم مشاكل بالعظام والناس اللي عندهم مشاكل بالمعدة فوجود لانه بسبب المادة المخطية هذه مفيدة جدا للعظام وبالفعل بتعمل طبقة على المعدة ووجود الثوم اللي احنا حكينا عنه كتير وهو عسل فقراء ومقوية لجهاز المناعة المناعة مضاد للالتهابات وحتى مضاد للفيروسات كنوع من الوقاية مع وجود الليمون اللي الغني بفيتامين سي اللي احنا بنحتاجه لجهاز المناعة فهذه الأكلة سواء كان اسمها الشلولة أو أي اسم آخر لا هي أكلة صحية وأنا بنصح الناس إنها تكلها والناس اللي بتعرفها هذا موسم إنه احنا ناكل هذه الأكلات المقوية لجهاز المناعة وهي أيضا جزء من طراثنا إحنا الفلسطيني يعني ست أنا نولدت ويبتعملها الأكلة يعني هي أكيد أخذتها من يعني عبر الأجيال لذلك الأكلات هذه هي الأكلات نحن دائما ندعو للعودة إليها كوقاية ما بنقول إنه هذه بتتعالج الفيروس لكن بنقول كوقاية وما تستهنوش يا جماعة بعض الأحيان بلاقي الاستهانة لكن الهبل اللي بسميه الهبل بنلاقيه بتم نقله بشكل كبير جدا زي موضوع اللي حلمت إنه السماك هو علاج الفيروس كورونا وكل واحد بينقله ودخله الدين في الموضوع وشافة الرسول ورؤية يعني أنا بعتبره يعني نقل هذه المعلومات هو تقليل من شأن المسلمين الإسلام والإسلام كيف حكم العالم في فترة من الفترات بالأحلام والرؤى حكموا بالجد والاجتهاد والعلماء والبحث العلمي خزائن الدولة الإسلامية كلها كانت مصخرة تحت رجلين العلماء ولا كيف كانوا مفرغين للبحث ما كانوا بشتغلوا هدول بس كانت الدولة بتجيبهم أقعدوا وانتوا ابحثوا وأنا بصرف عليكم تمام إحنا اليوم بتروح معا عشرين شهادة دكتوراه عفوا بتلاقي معا الشهادات وأبحاث وجاعت في غرفة الغبرة طوله مترين وهذا شفناه في بعض الدول العربية وأنا شفته من أكبر الأسادذة في الوطن العربي ومبدعين والهم عشرات الرسائل بروع على مكتبه ببقى هو يتق الغبرة بإيده من هنا حكم حكمت الدولة الإسلامية العالم بالبحث والاهتمام بهدول العلماء ودعمهم ماديا ونفسيا وكل شيء نحن بهذا الأمر ارتفع القدر تبع المجتمع الطب الإسلامي والعلماء في العصر الإسلامي بغض النظر هرجع تاني أقول بغض النظر عن ديانتهم ولكن كانوا كلهم عرب ولكن أعطوا حقهم على الأقل المادي والتقدير في المجتمع فترجم كتاب القانون وكتاب تذكر الدوود مراجع تحف تحف تدرس في أوروبا هذه الوصفات والعلم اللي ترجموا منذ ألاف السنين عن جالينوس وعن أبو قراط وبحثوا وعملوا اكتشفوا الدورة الدموية وغيروا من العلوم كلوا بالبحث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر